مساء الفل وأهلا بيكو الحلقة السابعة قزمة منتصف العمر بتبدأ الحلقة فيروز قادة وقدامها تحليل حامل كتير قوي مش مصدقة أنها حامل من عمر وبتعيد التحليل مئة مرة وبرده بيظهر أنها حامل أما فرح بقى بتسألها مالك ردت معدتي تعبانة شوية بتقول لها تحبي تروح الدكتور قدلها لأ طبعا بنشوف عمر في الهيادة بيلم حاكته على شاي سافر مع مريم ويسيب البلد كلها ويهرب من فيروز زبنة هايدي بتحاول تقنع ويلغي السفر لكن مفيش فائدة وفي بيت عزت بنشوف أم زينة بالشغالة عايزة تمشي بأي طريقة لأن معاملة ياسمين لها سيئة جدا وهي كانت متعودة على المعاملة الطيبة من فيروز عزت طبعا بيرفض أنها تمشي وبيطيب خطرها وبيقول لها خدي أجازة يومين وارجعي تاني عمر بيروح المصحة يتطمن على سلمة ويسيب فلوس تحت الحساب عشان لما يسافر ما تحتاجش لحد وبيطلوا بيشوفها بتقول له إزاي ترميني هنا قال لها علشان مصلحتك لازم تتعالجي وياسمين بعد جوازها من عزت ما بقى رازني وقدام عيلته كلها بقت متطمنة وبتتحرب من زيادة وما بتردش على تلفوناته خالص بيهددها لو ما رددش عليه هيئذيها جامد وعمر لما رجع البيت اتفاجئ ان مريم لسه ما حضرتش الشنط وطيرتهم الصبح هي مش عايزة تسافر وبتقول له انت شايف ان ده قرار صح ولا تسرعنا قال لها هتعرفي أكيد انه أحسن حاجة عملناها وانا اكتشفت ان انا بحبك قوي فطبعا بيثبتها وبتقوم تحضر الشنط ياسمين ده خافت من تهديد زياد وراحت تقابله بررت طبعا عدم ردها ان عزت بيكون جنبها زياد عايزها تمدي على تنازل عن الشقة كلها وبيقول لها اخد بضمانها قرد وفعلا مضعت على التنازل وفي نص الليل عمر بيسحى على تلفون من فيروز ولان مريم نايمة جنبه بيخرج براء القوضة عشان يرد عليها فيروز بتقول له لازم نتقابل حالا عشان فيه مصيبة دخل القوضة على تراطيف صعب وياخد اللبس من الدولاب صحية مريم وسألته رايح فين قال لها باب العيادة مكسور فيه حرامي سرقها ولازم اروح تشوف في ايه عمر راح قابل فيروز وبتقول له انها حامل وعزت ما لا مسهاش من ثلاث سنين وكل التحليل وفحصات اللي كانت عملتها قبل كده بتقول لها مستحيل تخلف وان بقالها عشرين سنة بتحلم باليوم ده وما كانتش ابدا تتخيل ان ممكن يكون عقاب لها تليفونه بيرن بتقول له رد قال لها دي مريم اصلينا مسافرين بعد شوية اتصدمت لكن قالت سفره وانا هتصرف قال لها مستحيل اسيبك في الموقف ده لوحدك اهدي وخلينا نشوف هنعمل ايه ونتصرف ازاي فيروز لما رجعت البيت لقيت فرح قال انا قوي عليها قالت لها كنت مخنوقة وخرجتها تمشي شوية وعمر لما رجع لقى مريم بتقوله ليه مش بترد علاقة الصلاة لقيت عليك والطيارة فاتتنا قال لها هنأجل السفر شوية علشان الموضوع كبير وبوليس وتحقيقات وشغلانة بنروح لزيادة اللي بيحاول يصالح وفرح ويبعت لها رسالة يعتذر لها فيها ويقول لها ان بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها وندمان على كل اللي حصل وكمان عرف غلطته فيروز سمعت الفويس فبتقول لها شكل وندمان بجد وعرف غلطته اديله فرصة تانية يا فرح انما مريم اكتشفت ان عمر بيكذب عليها ولا عيادة ولا تسرقت ولا اي حاجة ولا في بوليس ولا تحقيق ولا اي حاجة من الكلام ده وهو اجل السفر لسبب ما تعرفوش ونزل في عز الليل برضو لسبب ما تعرفوش كل ده عرفته امتى لما كلمت هايدي في العيادة عشان تسألها عن عمر فكرة هناك عشان التحقيق لكن هايدي ما تعرفش اي حاجة وعشان كده مريم ما قلت لهاش حاجة غير ان الطيارة فاتيتهم وعايزها تحجز لها حاجز جديد فيروز راحت مع عمر عيادة دكتور نسا علشان يشوفوا حل بالمصيبة اللي هي فيها وبيشوف كل فحوصاتها وتحليلها اللي بيأكد لها ان ما فيش اي سبب يمنعها من الخلفة نهائي عمر سألها مين اللي قالك انك مستحيل تخلي في ردت عزت اول فيروز ما خرجت من العيادة عمر بيسأل الدكتور في حاجة ممكن تنزل الحمل قال له لا سأله طب ما فيش دكتور ممكن ينزل الحمل قال له اي دكتور محترم مستحيل يعمل كده ونصيحة ليك ما تحاولش ان تحليلاتها وفحوصاتها بتقول ان فيه خطر على حياتها لو حاولت تعمل كده فيروز بقى احدى في العربية حزينة قوي لعزة مفاهيمة عشرين سنة انها ما بتخلفش وعشان كمان الفضيحة اللي هي فيها دلوقتي منهارة ومش عارفة تعمل ايه عمر بيقول لها لازم نشوف حل تاني الدكتور قال ان الموضوع ده فيه خطر على حياتك ردت الموت اهوا من الفضيحة وبتقول له هعمل العملية مارين طبعا لما تأكدت ان عمر بيجذب عليها بتتصل بزياد وتقول له لازم اشوفك حالا ولما تقابله طلبت منه يرائب عمر جزء طبعا زياد فرصته جات لحد عنده بيقول لها شمال من قبل ما رأبه ولما انت شكة فيه رجعتيله ليه قالت عايز اتأكد زياد طبعا عايزها تسيب عمر باي شكل وبيقول لها افضل جنبك ومش هتخلى عنك ابدا ومش هخلي عمر يأذيكي باي شكل مارين في البيت وبتسأل عمر انت نازل وهو لسه ما كمل في الكتب وقال لها التحقيقات لسه بخلصتش ساعتين تلاتة وراجع بسرعة بتتصل بزياد عشان يبدأ منقبة عمر وفعلا بيتحرك وراه خطوة بخطوة عمر راح عند بيت فيروز القديم وهي لابسة نقاب وريك بيتها العربية ما عرف هاش في الاول بس تقللتو ان هي مش عايز حد يعرفها زياد بيكلم نفسه يقول الوضع بيط طلقته مضمنة ومتجوز مريم ومرافق منقبة وفي بيت عزة ياسمين لسه عاملة مشاكل مع مزينة بالشغالة وعزت سماعة وهي عمالة زعق لها وتصرخ فيها فقال لها محدش صوته يعلم في البيت ده غيري قالت له ده بيتي زي ما هو بيت فيروز قال لها لا مش بيتك بسرعة بتتصل بزياد وتطلب تقابله نروح بقى لهمر وفيروز في عياد الدكتور عشان ينزلوا الحمل فيروز حزينة أو يطول عمرها بتحلم تكون حامل وفي لحظة تقوم من على السرين العمليات وبتطلع تجري وفي حضن عمر وبتقول له ما قدرتش يا عمر ما قدرتش أنزله بعد كده زياد راح يقابل ياسمين في شقة هلت نزلت له عنها وبتقول له عزة ممكن يرميها في أي لحظة وعايزة تأمن نفسها وبتقول له وبتفكر تخلف منه قال لها إن عزة ما ينفعش يخلف ليه بقى لأنه عمل عملية بعد ما جاب مريم علشان ما يخلفش تاني أبدا يا طرى بيضحك عليها ولا بجد هنعرف أكيد لسه بقى عمر وفيروز مع بعض أو بيسأل هنعمل إيه قالت له مش عارفة حياتي بتنهار نفسي كل ده يطلع حلم وفوق منه وعمر قال لها ده كابوس فيروز قالت مفيش جرحل واحد اللي في بطني يبقى ابن عزة يا النهارة بيض تب إزاي وعزة ملامسهاش من ثلاث سنين يا طرى إله يحصل الحلقة الجاية أشوفه بخير وإلى اللقاء